بدأت أخبارنا من عند الزمالك وتحديدا طبعا الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك اللي وصل للأمارات عصر اليوم على نفقته الخاصة للانضمام لبعثة فريق الكرة المتواجد في أبوظابيا لمؤذرة الفريق في مباراة المصلال القطري المقبلة في دورة الوحدة الودية وزي ما كنين عارفين الزمالك بيستعد لمواجهة المصلال القطري بكرة الأربع على أستاذ النهيان في مباراة تحديد المركز التالت للمطولة الوحدة الودية ويسعى طبعا لاستغلال المباراة الودية من تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من مطولة محليا وإفريقيا زي ما قلنا قبل كده أن بعد العودة من التوقف الزمالك هياخد مباريات دوري وكاس مصر وكون فيدرالية وكمان نهائي كاس مصر للموسم الماضي عشان كده ضروري جدا فترة الأعداد دي تكون قوية ونقدر نستغلها بشكل كبير جدا لسه مع أخبار الزمالك وفريقنا النهاردة خاط تدريبه على ملعب الشهامة بأبوظبي وحلس الكابتن معتمد جمال المدير الفني على عقد الجلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم استعداد للقاء مصر للقطري في دورة الوحدة الودية وتكلم المدير الفني عن ضرورة تحقيق الفوز والظهور بمستوى كويس جدا أو بمستوى أفضل بعد الخسارة في لقاء الوحدة الاماراتي الودي اللي أقيم يوم السبت اللي فات وشرح كابتن معتمد العديد من الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في المران ومنح اللاعبين بعض من التعليمات قبل انطلاق المران خاض اللاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم واللي أقيم الساعة اتنين ونص بتوقيت القاهرة وتولى الكابتن أحمد جمال المدرب العام قيادة هذه الفقرة واللي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة تدريبات بالكرة لتجهيز اللاعبين للمبراءة المقبلة وحرص الجهاز الفنية على تخفيف الحمل البدني للعبين قبل مواجهة الفريق القطري حتى لا يتعرضوا اللاعبين للإجهاد قبل لقاء مصلال